في أشأن دولي دائما حيث أفد نائب والأمينة العام للجامعة العربية أحمد بن حليا بأن اجتماعا طريئا على مستوى المندوبين سينعقد الاثنين لبحث مواجهة الإرهاب في ليبيا وكذا ذات هو المتحدث بأن الاجتماع سيخصص لتدارس التطورات الأخيرة وتصاعد وطيرة العنف والأعمال الإرهابية التي لم تعد تقتصر على استهداف المواطنين أو المقيمين وإنما طالت أيضا المرافق الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثروة الشعب ومقدراته